ترجمة نانسي قنقر تقريباً يعني ايه والكلاب دول اللي قالوا لي وصلنا له كانوا بيعملوا ايه معهم فعلاً وصلوا لباشر بس للأسف بسي ايه بسي ايه يا حبي الوحامي الزفتي ده ما مسكروش ليه للأسف قدر يهرب وعصام كمان قدر يهرب منهم وساب الشاقة اللي كان فيها واختفى ومش عارفين اختفى فين المصائب بيتبانى لو الشك طعم الحراسة الزبالة دول تمشيهم قبل بكر الصبح اوامر ساعة خسفة باشر محاضر كلم ميشو يخلص موضوع المحامي الزفتي ده الليلة قبل بكر الصبح حاضر ساعة الباشر حمدي ايه دي اه السور يا باشر اصلي نزلت من بيت مستعجل وكنت متأخر اخرك وحلقها حالا حاضر ساعة الباشر حاضر حاضر ساعة الباشر حاضر ساعة الباشر حاضر ساعة الباشر دخلت عليها المغربية ولا رجعوش لقيت عليهم اصلهم ما بيتأخروش قالت ربنا يسطر دا العالم مليان وحوش في العشة عصفورة زيارة ابوهم مع طيبنا راحوا يجلوا على بسقوهم ويجيبوا كب لهم تكور دخلت با الله يا جده فتحي براو متستاهل بسقف على كبيرة اوي بسقفة كبيرة اوي سقفة كبيرة اوي وبص يا عمر كمان اهيت دا انت اللي تستاهلي مية بصة عالصوت الحلو دا وانا يا غني في المدرسة لازم بقى تجيه تتفرج علي طبعا مرميلة هيجي سقفلك وشجعك خلاص انا هبقى اقول لي جدو لما يخرج من المستشفى وانت بقى تبقى تجيه معي ماذا أوكي؟ أوكي؟ الله vielä جده ما سايلظلي عالناس الحلوى أنتو الظاهر أنكو بقيتو اصحاب عالآخر النور دي ما يتشبيعش منه خالص بقينين يا دودو جده يعمل إيه دلوقتي وهيخرج إنت بقى جده بقى كويس جدا يا حاببتي وإن شاء الله هيقعد عندنا في المستشفى كده يومين ويخرج على طول ده حد يسلم عليك سلم كبير قد كده هو وليلي بقى أكلتي ولا لأ أكلتي مع جده فتح والله يا بنتي هي اللي فتحت نفسي على الأكل شطورة أمه الفين ميشوا من ساعة مدينة وهم قمتخ في القوضة ده جوه أنا زيت من القاعدة جوه خرجت تهوي شوية لقيت جده فتحي ما قمتخ يا أرشنة؟ طيب ماشي استنيني هنا لحد ما جيلكم عشان عندي مفاجأة لجده فتحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ألف ألف مبروك يا قطر يا بنتي وحمد الله علي سلامتي يا عزوز أه ألف مبروك يا فاطين يا ابني الله يبارك فيك يا كدام الأمر العسل ده باع فاطين وهو صغير تشبوك تكوت 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 اللهم صلى على النبي إيه ده يما وانا كنت أمور كده وانا صغير مال إيه كنت اللهم صلى على النبي يا أمر مال إيه اللي حصل أنا خدت عين ولا خدت على خطر ولا إيه اللي حصل بالظبط ما حصلش حاجة يا خولي ما انت زي الأمر اهو أنا بقول البنوتة نسميها شهر إيه رأيك يا قطر؟ إحنا خلاص يا حماتي الحمد لله اتفاقنا على الأسماء ومن بكرة هروح أطلع لهم شهادات الميلاد مش كده يا قطر كده يا حبيب وان شاء الله هتسمي إيه بقى يا فاطين ابني الولد صنهوري والبنت برأة ان شاء الله صنهوري وبرأة تاني يا لهوي يا لهوي الله يبارك فيك يا حماتي انت خلت فيها حماتي؟ امسك يا بيت طالما بقى قلت امسك يا بنت وقمتي وهتشمريلي يبقى هتتخانق وليلتك طويلة يا شهر ايو يا أخوي هتتخانق لا في صنهوري ولا برأة ايه رأيك يا فاطين؟ اقولك ايه يا شهر انا مخنوق وتعبان وماليش نفسه اتخانق ما تتصرف عم عزوز عزوز بلا عزوز بالاسف يلا عزوز بالاسف يلا عزوز بالاسف لا يا اخوي عامش عامشي يلا عالف مبروك يا أولاد الله يبارك فيك يا رب عم عزوز من شكر جدا شوفتيني وانا باشخد فيها؟ اوه عجبتيني جدا الناس ما بتجيش غير بالسك ايوها اوه طيب انا هدخل بقى يا جماعة لشان اريح شوية لان مش قاد رأف على رجل روح انت يا دانا يصيب قطر معايا اللي لا دي دي برضو نفسك وكمال عشان امالي عيني بالعيال ولو الوادسة نهوري او البيت براءة عملوا اي شقاوة ابقوا ندوع علي على طول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باشخد باشخدقي كنت مريح بشوية هم؟ هذه ما؟ باشخدقي 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 قدل بيدة واجه لأسلها واجه لأكلها واجه لأكلها واجه لأكلها واجه لأكلها مجمع قوي اللعبة دي تعالي هلا انت ايه اللي خرجك من الغوضة متخافش عليها يا ميشو من ساعة ما خرجت وهي قاعدة معايا يا ابني لما اغزع من فتحي دي امانة عندي لحد ما جدها توفيق يخرج من المستشفى ولا يهمة كبير انت ايه اللي خرجك من الغوضة احنا مش قلنا نسمع الكلام ما انت كنت نايم عايزنا عملك ايه يعني في قطك اللي مش مترتبة دي كنت تنامي وانم ازاي وانت مبرتح على السريل انا مش بعرف انام غير في السريلي الوحدي طب يلا بقى اخش نايمي ولا مش عايزها تروح للمدرسة لا هروح بس لسه مجليش نوم ماشي انا هنزل عشان عندي شغل طب ما تنزل حدا حيشك انا حيشك دودو حيشك جدو فتحي حيشك خلاص يا ميشو انزل انت اروح شغلك وما تقلقش عليها وانا هوضى بلاع صريرك وحنينك ماشي ماشي عمي توفيق اعمل ايه؟ ان شاء الله هيبقى كويس انا دفعتني دفعة احتاج حساب في المستشف عارف ولو احتاج لحاجة زيادة هقولك يلا بقى اروح انت شغلك وما تقلقش تعبيونك معنا يا دوني عد الجمايل بقى ماشي يلا بينا بقى عشان نقول جدو فتحي على المفاجأة مبروك يا حاجة وحا اتبالقيت شركة تساحة تطلق علي الحاجة ومش كده وبس بالتقسيط المريح زي ما انت كنت عايز بالظرف ربنا يبرك لها يا رب الستة اسمع عشان صعدتني الف حمد وشكر ليك يا رب مبروك يا حاجة وحا مورد مورد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا رب يا رب سلام عليكم ونور طريق دولاتي يا رب وفتح في وشهم الأرض ونور لهم طريقهم يا رب يا رب يا رب رجالي 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 يا رب هي إدا تعالي الجرانتيو اللي إدايه Destنانوري وبراء لك إدهاء بعم لا قحة لا قحة موسيقى خير يا اما في ايه؟ مفيش حاجة بس الواتسام موري حاب يحسسنا موجود السواج ياد يا ابني الكلب ثم الفنوم تحبانة يا ابني مش نفسة خش انت نام وانا حاقب بالي من صنوري كده كده يا ابني كده يا صنوري صحيت ابوه لا يا اما الحمدلله ان انا صحيت عشان يعني كنت عايزة يعني ادخل حمام بقى يلا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انا انا viennent يا أخوي يا شاوي انت جيت ازاي؟ أفضل الحمد لله على السلامة حمد لله على السلامة يا أخوي احنا كل ما ندور عليك يا شاوي هتضمت كنال بقى ينفطر عليك حمد لله يا أخوي تروح هترجع عليها تامي يا شاوي انا لازم اروح اقول له ده هتفرح قوي 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 يا أما أما أخوان شاوي راجع يا أما يا أما يا أما يا أما يا أما تعالي يا أما يا أخوي يا وتوقام شاوي راجع يا أما بالسلامة ابني ابني النابي أنا بيقول تهارف انك هترجعه لي تعالي تعالي في حضن أمك يا رجل تعالي يا أما تعالي يا أما تعالي في حضني وحشتني أمك يا أما حشتني أمك يا دلالة ضرر التنور لجوا في قلبي من ضعانك عني يا دلالة عاملي يا دلالة عاملي يا دلالة انت كويس بتاكل ازاي؟ بتشرب ازاي؟ العارف انك انت عزبت كتير يا دلالة كنت بحزي فيك و بس مع صوتك و انت بتنادي عليها بتقولي انتي فان يا أما حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني عامل عامل بس عامل بس الحمد لله ربينا رجع عقلينا بالسلام مش حيفرقنا قبل مش حاسبنا ثاني يا شوء مش كده كفاية بقى فيه اي يا شوء يا ابني أنا مش هاوي أنا مش هلحاوي ما لك يا ابني في إيه؟ أنا مش ابنك أنا ابني شوارع والله يا ابني ما كان بعيزي كله مقدر ومكتوب كله مقدر ومكتوب ده هو اللي جابني هنا؟ انتو عارفين أنا جاي هنا ليه؟ انسى يا أخوي اللي فات اللي فات عمره مية نسي طول ما نعايش بس احنا محتاجين لك يا ابني أنا لما كنت محتاج لك لا تكوش هيا كلمة واحدة أنا جاي أحذرك ابعد عن صفوة نصار ابني 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 يعني ايه؟ أخوك دعم اننا كاني ده أنا ما صدقت وشوفته بعيني واخدته فخط؟ ولا يكونش ده كان حلم يا ابني لا يا اما مش حلم هو اخوي رجع فعلا تاني بس فيه حاجة هي اللي خلته يمشي يعني ايه؟ مش هنشوفه تاني يا فاطي لا يا اما هنشوفه هنشوفه ازاي بس هو سابلك عنوان ولا حتى نمر التلافونه هو أنا لحقت يا اما مالح نوصله ازاي بس يا ابني اهه والله مش عارف بس اكيد ان شاء الله هلاقي طريقة ايه ده؟ ايه؟ والنعمة معرفتك بس باشا الله يسهل له مبارح مع دونيا والنهار ده مع تنين الحريم كترت ولعبت معك اوي احاوي ده انت مش حاوي بس ده انت مخاوي ولك احترم نفسك يا اه احترم نفسك ماشا مش هحاوي خلاص اتطمني يا اما انا عرفت انا هوصله ازاي بجد يا فاطين ايوه يا اما بجد ما تقلقيش انا هجبهولك لحد هنا ماريني كده؟ امر يونيس ده انت اللي امر يا قبلة دونيا قبلة دونيا؟ ملاش قبلة دي؟ خليها دونيا وبس طب ايه رأيك اقولك يا دودو؟ دودو دودو شغال برده بتاع كده دعم جمعة سواء ويسا لهو يلا بينا بسرعة عالمدرسة وعنا مهلك وانتي ناس لعسلم ماشي؟ ماشي يلا يا بحيز 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 الحمد الله ع السلامة يا استاذ جيلنا ويش الصبح عالعموم لما ارجع من المدرسة ليه كلام تاني معاك يا قبوية صباح الخير يا نيشة يا اتروح المدرسة ازاي الوحدة ما انا اتفقت مع هما ع سواء الميكروباص يعدي اخدها من هانا ميشة ملك يا ميشة تعبان تعبان اوي ملك يا ميشة فوت فضي اخوي عشان ترتاح فضلت طول عمري باحلم بالبيت اللي اتولدت فيه ويوم لقيت وهردت منه مش عارف ليه بيت بيت ايه مشو ما تفهم ظهر انه انكتب على اللي زي انهم يعيشوا في الشارع ويموتوا في الشارع بيت ونجر لقائل ولا بيت ولا ناس تحبوا ايه ده يا ميشة انت بتغيط اول مرة حيصني جريب في الدنيا دي حتى وانا واستهل اهلك انت عطلت في اهلك يوم ما لقيتهم بقت عنهم هو قلبي اللي ما تحملش فرحة لواهم ولا مات الدنيا لسا بتحكم علي ايه بس الكلام ده يا ميشة احيات حبيبك النبي ما تعمل في نفسك كده يلا خش استريح جوا تباين عليك التعب قوي مفيش راحة يا دنيا خلاص راحة في الموت والموت ما بيجيش بعض الشر عليك يا ميشة استهدى بالله وربك كبير وما بينساش حد قوم يا اخوي قوم استريح جوا ما بيجيش موسيقى انه يا رب تسطرها علي دها لبي ارجوك متقلق اش يا فندم لا كل الكلام اللي تقال في المحكمة ده شغلي محنين اتطمن يا فندم انا هخلص الموضوع من غير اي شوجر اعرف يا فندم أعرف حمدي تعالي تحت قبل ساعاتك ساعات الباشا نيشو ما اتصلش لا يا باشا من الاسر ما اتصلش انت كلمت مبارح زي ما قلت لك وأكدت عليه طبعا يا باشا أكدت عليه وقال إنه حينفس ما نفسش يا حمدي ما نفسش كلهم بيكلموني والناس سنة سنعنا علي الساعات تقت أمورني باي تكلموا حاضر ما بيردش يبقى تغطس وتجيبهولي من تحت العرض تحت قبل ساعاتك باشا ما تتحرك يا حمدي حاضر ترتاورك حمدي حمدي ساعاتك ايو هتركع من خيره صبري يا صبري أين أنت يا صاحب القلن الحر في الزمن المرد؟ ها أين أنت يا صديق الكفاح؟ ما شفتكش النهاردة يا صبري في المحكمة وما شفتش أخوك فاطين وهو بيجلجك ده أنت لازم تكتب عن المقاره وتحطه عندك في الصفحة الأولى يا صبري أنت في الحمام ولا إيه؟ أشوف الشق بخير يا فاطين أشوف الشق بخير؟ أنت مسافر ولا إيه؟ أه مسافر خفت منهم وسلمت بدري يا صبري ملوش لزوم الكلام ده يا فاطين لا له لزوم لأن أنت صبري أخويا وصحبي وحبيبي ما تخافش وما تقلقش من النهاردة يا رمز الحقيقة من النهاردة محدش هيقدر يقف قصادنا ويقف قصادك يا صاحب القلم الحر طول ما إحنا إيد واحدة قوة واحدة ضد سيف الظلم والطغان صفوة لصار هذا الفاسد مفيش دليل على أنه فاسد يا فاطين خلاص يا صبري ما أنت بشوفتنيش النهاردة وأنا بجلجل في المحكمة الدليل كان معايا وقدمته ومن بكرة هتتفتح كل الملفات في النيابة ودرغموا رجالتو زي ما خرجوا بالقانون هيدخلوا تاني هم هو رأس الأفعة صفوة لصار وبالقانون لسه حكم المحكمة يا فاطين وحكم المحكمة هو عنوان الحقيقة اللي هتشرق على هذا البلد بعد ما نرجع عرضنا المنهوبة يا صبري أنا عايزك تتفائل وتضحك أنا متفائل متفائل جدا يا فاطين بس يعني مفيش داعي أننا نرمي الناس بالباطل أشوف وشك بالخير يا فاطين استنى يا صبري استنى تراح فين بالضبط يا صبري أنا شام مريحة مش ولابد كده جبت البدلة دي منين يا صبري بفلوسي أنا باعت المكتب المكتب ما يجبش متين جنيه يا معفن يا رمامة والشقة متأجرة أنت جت البدلة دي منين أنا تعينت في جرنان كبير في مصر ومرتبي كمان هيكون كبير يبقى صفوة نصار قدر يشتريك يا صبري بيحت القضية؟ بيحت قلمك الحر؟ قصدي اللي كان حر؟ أيوة اشتراني يا فاطين اشتراني خلاص؟ ارتحت؟ مش أحصل مضيح حياتي ولا لسه في عزي شبابي؟ يا صاحب القضية والعادل ودولة القانون والعدالة المنتظرة وليك نفسي تتكلم يا خاني الكلمة والقضية؟ اطلع بره يا صبر مش عايز أشوفه الشك تاني بره اطلع بره استمع يا صبري متخافش القلم ده بتاعي كنت واخده في مؤتمر كان بيكرمني خسارة فيك تا ما تستحقش قال لي حاجة يا صبري بره يا صبري بره يا صبري بره استمع كان فيه 35 جنيه كنت مسلفهم لك وقامس أخدر كورومبي كنت مدهولك يوم افتتاح هذه الجريدة فاكر يا صبري فاكر الجورنال أول ما تنزل مصر تبعتهم لي خسارة فيك بره 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 استمع يا كلف كل اللي قدر أقوله لك يا صبري واقدر أقوله للخاين اللي باع القضية زيك واعلمه للعيال من بعدك ان لو الكل خاين وباع القضية زيك يبقى كما قال الشاعر همشي يوية الشحتين وأبكي على حلم اللي تاب بس مش هشحت رغيف هشحت وطن لله بره يا صبري يلا بقى حكيلي عبالتي ايه النهاردة في المدرسة النهاردة كان عيدني لد ما يرصح بتي وباباها ومامتها الجوم وجابولها تورتة كبيرة وعملوا عيدني لدها في المدرسة الله طب انك اللازم أكون موجود عشان أكل متورتة الحلوة دي من عملت حسابي وجبتلك الشكونتاتي هدي الله يا حبيبي الجدو طيب سمع اتنين بقى أنا نص وانت نص بس دي بتاعتك يا جدو فاتحي أنا كلت بتاعتي في المدرسة هو جد وتوفيق هيخرج إمتى بالمستشفى بقى حيخرج يا حبيبتي ان شاء الله بس انت بقى عايزة يخرج ليه أول حاجة عشان وحشني أول وتاني حاجة وتاني حاجة عشان لما يخرج بالمستشفى يجيب لي تورتاية كبيرة ونعمل عيد ميلادي في المدرسة زي ميار بس كده أنا بنفسي حاجملك تورتاية كبيرة جدا وحاجي معاك لغاية المدرسة ونعمل عيد الميلادي بس ازاي يا جدو هتنزل على السلم وحضرتك كده دي حاجة سهلة قوي يا ستي هحمسك الترابزين وانزل واحدة واحدة ومقدرتش هخلي قبل دونيا تجيب لي اتنين يشلوني وينزلوني لغاية تحت مبسوطة يا ستي مبسوطة قوي يا جدو صباحة خير صباحة خير طوى ميشو ساكني أنا؟ ايو يا ابني في حاجة؟ لا بسيطة عايزوني في شوق روح ليشو فيه كده في القوضة لو لقتيه قولي له في ناس عايزينك حاضر يا جدو فتحي تفضلوا يا ابن تشرب شاي؟ يا ميشو يا ميشو يا ميشو ايه ايه فيه ايه؟ اسحب فيه ناس عايزينك كبار ايه؟ كم واحد؟ تلاتة خلي كينا ما تتحركيش حاو تفضل يا حمد باشا ازاي يا كريشو؟ خير صفت باشا عايزينك هم خبس بقى انا وانا جي وراه؟ لا 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 ما ينفعش تعال معايا احنا اتحرك مع بعض طب ايه انزل استناني تحت وانا يا رغاية قدومي وانزينك ما تتعخرش علي يا ميشو بسرعة ما حاجة نشغل؟ خير يا مفاتح خير ما تقلقش ده شوق